لو حد عايز يتخصص أو حد بيعميل أو بيحب للفانتازية تنصحه بإيه وتقوله إيه ويبتدي منين؟ هقوله أولاً اقرأ الأول تراث الأعمال الفانتازية العظيمة اقرأ الف ليلى وليلى في تراثك اقرأ كليلى ودمنا هذا الكتاب اللي على ألسنة الطير اقرأ الكتب التراثية اللي في الموروث اللي رايحة للفانتازي أو العجائبي أو الغرائبي ده أولاً بعد كده اطلع شوية على العالم هتلاقي الملاحم والميثولوجيا الإغريقية واليونانية ادخل على ده لأنه العالم كله فيه أساطيره وجزء كبير من الأساطير دي مكتوب وادخل على الملاحم وهذه الأعمال نمرة الثلاثة ادخل على المعاصر شوف أهم الأسماء اللي بتكتب فانتازية في العالم شوف دان براون بيعمل ايه شوف شوف السياقات تانية جابريل جرسيا ماركيز بيعمل ايه توني مورسوم بتعمل ايه اقرأ أطياف الفانتازية اقرأ خيال علمي اقرأ وقعية سحرية اقرأ يعني خيال علمي وقعية سحرية زي ما بنقول اقرأ الأعمال السوريالية لأنه الفانتازية زي ما قلنا لها طبقات المهم اقرأ في كل السياقات اللي اشتغلت على ده من الموروث وحتى الأسامي المعاصرة اللي نجحة واللي مسماعة واللي عاملة صدق كويس والنصحة التانية المهمة جدا لا تكتفي بالقراءة شوف الأفلام اللي بتشتغل على ده